على صعيد آخر ترأس غبطة البطريارك كيرباتيستا باتسبالا الاجتماع السنوي لأساقفة اللاتيني في البلدان العربية وضم الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإماراتية أساقفة أبوظبي ومصر وجيبوتي إضافة إلى النواب البطرياركين في القدس وعمان والناصرة وقبرص والجماعة الكاثوليكية في فلسطين والسفير البابوي في الكويت والبحرين وقطر والقائم بأعمال السفارة البابوية في أبوظبي كما حضر الاجتماع رئيس أساقفة تونس ممثلا لمجلس أساقفة شمال إفريقيا وناقش المؤتمرون خلال اللقاء وضع الكنيسة في بلدانهم علاوة على موضوعات أخرى تهم الكنائسة في المنطقة العربية هذا وشارك الأساقفة في أبوظبي بحوار مستفيد حول مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمالهم كما ترأس غبطته صلاة من أجل المسيحيين في دول المنطقة وفي الختام رفع الجميع الأكفة بالدعاء إلى الله لأجل نجاح المؤتمر